اهلا حبوباتي بديت لكم رفيديو بأمطار الخير الله يجعلها خير لينا جميعا ويجعلها تصفي الجو وتصفي قلوب جميع المسلمين يا ربي مولما البنات واحد اشتي ورائع فقط فيها هاتصباح ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون كيف كنت لكم أمطار الخير على الجميع يا رب انا جيت لكم صراحة ما كنت عوالا غنصور هات للوصفة ولكن قلت علاش لا ها غادي نصورها معاكم مهمة البنات هنعف العجانة قدرت اربع كقوس ديال الدقيق اربعة الكيسان ديال العنبة اولا 400 جرام ديال الدقيق مهم بصور اربعة الكيسان غتديره ولا غتحفروا في القرام اللي هو 400 جرام ديال الدقيق غادي ندير البنات بقبيصة ديال الملحة كيف شتو وغادي ندير واحد المعلقة كبيرة غادي لزيد سيتون ووما ممتو فرش عندكم اكيد لابنات ممكن لكم تستعملوا زيد نباتية وشوية ديال السكر هاتشي اللي غادي نستعمل في هاتل العجين هي عجينة ديال المسمن ولكن غادي نديرها على شكل بستيلة لابنات بالخضر اشتها الي شخص شخصي غادي ندير الماء للماء ماشي كون دافي حاجة شما ماشي ما ما فيهم الش الخميرة ضون كما من روبيني غادي نعجل العجينة ما تكونش مرخوفة بالزافة البنات وما تكونش قاسحة عجينة المصمنة لتدلق مزيان بجيني لينة سوف ندلقها مزيان مزيان وراجع معكم باش نشوفوها كيف حاجات عجينة المصمنة لتدلقها مزيان شوفوا ما شاء الله كدتشرب حل المسكة يعني كدير رطبة ما قاسحة ومرطبة لديكم البنات ما قاسحة وضعما ما جاريه ما رطبة بعد ما عجنتها غطيتها البنات وخليتها ترتاح 1-4 ساعة سوف ندلقها كورايات شوفوا البنات العجينة اللي ما فيهاش الخميرة قدمها خليجوها ترتاح من بعد ما تتعجن قدمها غديكم زوينة يعني من يتخلطوها وكان عندكم الوقت تقدروا تخلي واحدة ساعة ما فيهاش الخميرة ما غتخسرش بالعكس غير تعطيكم الطوع يعني انفو التعجن غطيوها عاد بدو تكوروها عكا وخليوها ترتاح يعني من تغطي وخليوها ترتاح سوف نبدو تدروها هكا على شكل كورايات كندرو البنات واحدة كبيرة والاخرين كلهم في نفس القياس من بعد ان شاء الله نشرح لكم علش كندرو واحدة كبيرة وكلهم والاخرين في نفس القياس سوف ندهنهم بالزيت ونغطي عليهم عجينة 5 دقيق ورجع لكم نسبة الحشو البنات فهي مفيدة وسهلة واقتصادية هذا هو الهدف دينا فيها القريعة خضراء اولى الكورجات خيزوا البنات الفلفل خضراء مقطع وزويتينت هكا مقطعين ونحتاج البنات لفرميثال اللي كنكون مرقضاء هكا في المدافي او المسخون باش تطلق لنا بسم الله على بركة الله سوف نجمعوه في مقيلع البنات سوف نجمعوه في مقيلع البنات وكيف كنت لكم ديما اللي عنده وليدات ليد ديال المقلع ديما ولا ليد الكسرونات كون من جهة الاخرى باش ما يمشي يجيهم سهل انهم يجروها سوف ندير اوراق الرند اولا ورقات سيدنا موسى كنناخد ضامة البنة ديالكنور ديال الحوت بالنسبة لبنة ضامة البنة فانا نغم الموكانت كتتعطي هدية احماتي كتتصغبها في الدار ما انا ما غنعرفش نصغبها الصراحة هنا البنات درت لقامة الحوتي اما هدي القرعة ولا تشاريوه من عند العطار ولما كانت متوفرة يمكن لكم استغناء عليها ومع القادر الصوجة سوف نحرك لكل ديالكم البنات ان شاء الله مني غادي اجي حماتي غادي نحاول ديالكم واحد الفيديو كيفاش كتصغب دامة البنة في الدار وكتجي رائعة كتجي صراحة خطيرة انا خفت نصوبها لكم بوحدي وما تصدقش كيف كتصدق لها هي فلفل اسود والبزار ودرت لبنات واحد ملعقة كبيرة هذه السلسطة الحار هذه رغيكة تبنن اللي كيبغي الحار بالصحي يديرها للا سودانية ومن بعد البنات نحرك على هذه الطريقة هذه الخضيرة ستبدأ تطلق لي سماكي نميها كيف كتشوفها في الجنب حتى يبدأ تحولي شوية ونزيد واحد ربيع كاس ديال وكان ستمر في التحرك وكان ماشي ناخذ فهذا الاثنى اغبرت على المقيلة بشي تجبت الربيع على البنات اللي غادي نضيفوه مهم الربيع وخاكك ما عنديش معها بزاف ما كان كترش وكنين شي وجبات كان حاول ايفتديه ما كان شي وجبات اللي او بليجي خاصنا نديروه صفي البنات كان ندير ربيع ديالي مره هذا كنجلي ها همني غادي يدوب ما غاديش يبقى باين بزاف 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 سفي غادي نخلط بحلقة كيف كتشوفوه دايجرى الخضيرات تلقات لنا الماء ما داروري غادي نزيدوا واحد ربيعات الماء فاجتزيد تهبط لنا الخضرة ووطح لنا مزيان مزيان البنات نزيد عليها شعرية شنوى او الفيرغميسل ثم حبيبين بعد ما طابت ليا الخضيرة او طاحت كناخد الفيرغميسل هاكا وكمدا نقطعها البنات بالميقص شوفو البنات هذا الفيرغميسل اللي روز راح بنينة وما كتتعجنش كتبقى طيب ولكن كتبقى قابطة فراصة زعم ما كتتعجنش لنا ما كتجنش بحل عجينة في وسط من الخاليات ولا وسط من بستيلة ولا بريوات ولا هاكا مصي ميقص ونقطعها مزيان وغادي نميلانجي انا كنقطع وانا كان ميلانجي باش نشوف قياسي وصفي البنات غنستمر على هاتطريقة ونطفي عليها تبرد ورجع لكم وهنا حبوباتين بعد ما طفيت على الحشوة وبردت شوية ثم انا كنخشيف ايدي نحن سخونة نحن سخونة نحن سخونة جبل مطلت او لديكم جبل مفروم او للمتظرين ونقوم بتحريك مع الحشوة كريمية ونطلق جبل في الخضرات او لديك جبل او لديك جبل او لديك جبل ورائع ونستغنوا على هات المرحلة ماشي ضرورية ماشي شي حاجة وبلجه يكتلق وحطة طعم بعضه ولكن ماشي ضروري عندي البنات هنا لنشون وعندي الزبدة مدوبة وعندي الميزينة سوف نبدأ على باركة الله البنات سوف نأخذ زويتها سوف نحاول نديرها مزيان سطح العمل باش تسهل علي الطرق ونورق البنات العجينة ونقوم بشكل آخر نرى السطح نرى سطح العمل الغزلاتي سوف نقبط العجين ونضعها في صينيات لتدخل الفران لتدخل الفران ونضع الفران ونضع الفران ونقاد بحلقة في الجنب إذا تقلصت لكم حاولوا تقاددوها البنات سوف تكون مطلوقة بثاف الغزلاتي سوف نقبط نقبط العجين ونضع الغيakat بالنسبة لي ونقبط الصف اصد مطلوب ونقبط الصف لنقبط الصف البناء ونقبط الصف سوف نضع المطر على نفس الطريقة نضع المطر على نفس الطريقة نضع المطر على المطر على نفس الطريقة سوف نضع المطبع نضع المطبع اضطل المطبخ بحلقة من الجنب اضطل المطبخ نضغط زبدة نضغط زبدة تبيضة نستخدم صغير من قهوة سريعة الدوابان نستخدم مقابلة نستخدم مزيد لكي لا تفرق في الفران نستخدم فران نستخدم فران نستخدم شكل نهائي نستخدم مزيد وقف نسخة نستخدم طفل المنظر نستخدم تصغير صغير وصف نستخدم مستخدم رائعة Les Superintendent نجد البيان الجي ان شاء الله رحمه رحيم لقاكم في احسن الاحوال واحسن الطروف باي باي الى الفيديو الجي ان شاء الله باي